مساء الخير أصدقاء أهلا وسهلا بكم في بودكاست بس مباشر من العاصمة أبو ظبي وفي معرض أبو ظبي بيخبط من أبو ظبي بوكفير ومعنا الحضور الكريم بيتفرج السلام عليكم يا جماعة حباب قلبي حبيب قلبي ومعنا حبيب قلبي يا حبيب حبيب قلبي من جؤلة ودخلت جوا قلبي جوا قلبي هتلاقي طرق اسكيك والله الكارث اني مصدق حبيبي صحيح حبيبي عامل ايه؟ والله انك انت من الشخصيات الاقرب جد 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 الى قلبي ليش لانه عن جد عندك روح رائعة حبيب قلبي مفعمة بالحياة والسعادة يعني لو انا زعلان جدا وقعت معاك مفرحة ووتشيز دي حياتك كلها لان انت الراجل فلسطيني فانت تلقى تربع حياتك زعلان زعلان مبسوط مجد ايه صاح انت البرجن الخليجي اه 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 معدل معدل اه اه اعمل يا استاذ سيطر الحمد لله كيفك انت؟ انا بحيس ان انا اول ما بنابدأ نتكلم مع بعض احنا مش في بودكاست يعني بحيس بقى ان احنا طفنا انا ما عادش معاك ولا مرة على القهوة ازاي ما عامتش كده؟ صح ولا مرة عزمتني ولا قلتلي عاملك اكل ولا قلتلي عاملك حاجة قلتلك بس انت مشغول صح انا بقيت نجمي خلي باخر مرة عادت معاك بقيت نجمي احنا نتكلم عن الفرق الأجيال هذا دايما انا بتكلم فيه بس ده حاجة احنا بنتكلم فيها كل يوم واحنا مش حاسين ان احنا دايما الجيل بتاعي اعمال بيهند بحظه لهو احنا الجيل القديم عاشا حسن مننا ولعالي الصغارة اسكا كتير مننا ولعالي الصغارة بتتجوز وعندها خمس شهر سنة بتتجوز فاحنا دايما حاسين ان احنا متأخرين وفي نفس الوقت احنا عامين بلند برضي يعني مش عايزين نهل حاجة فانت اقول لي كروجل اكبر من انتك انا مش حاسة اكبرك انت مش كبير اولي بس انت الايام زمان حاسس ان مش حاسس ان يعني مين احسن التطور دلوقتي والبودكاست والسحاجات دي والايام زمان لما كنا كاف تلفون عادي شوف شوف حيلا هي غالبا الاجيال اللي بتيجي دائما الجيل اللي اقدم بقولك انتو ما عاشتوش ايامنا ولا انتو فاكرت دراسة اللي بتدرسها دراسة بايما الجيل اللي موجود حاليا بيحسس الجيل اللي وراه انو انتو ايو وانا ما عنديش زم يعني انت اتولدت قابلي بس طب انا ما انا محيتش اكل حتى في الاكل هو انت شوفته اكلها اما انا ادعب انت بتعيني ليه فهي هي الفكرة بس فكرة انو اسمع انو جيل يندب حظه هو اسوأ من اللي قابله واسوأ من اللي بعده هاي جديدة بصراحة بصراحة ده احنا بقى لا ما هو انتو ولا انتو لا احنا لانه هو في بص فيه ناس بتعمل اي لما بتطلعت اي كاميرتين بتبص عليهم دي قول بقى الامل والحياة بتبصي على القهوة لا احنا كلنا مش عارفين لا نتجوز ولا عارفين نشتغل حتى اللي قادر مدين هو موضوع حتى ما بقاش مدين بقى اللي هو انا هجي منين خلق احنا عملين مشكلة الجيلدة انو فهم كل حاجة فعمل بيفهم وعمل بيشوف تجارب كتير كل ما تقعد مع حد يقولك تجارب السيئة فانت بقيتش هاي فلاجز كتير ما خوفك من كل حاجة فانت مش عارب فهنا ناصدي فالكلام الايجابي بتاع الكاميرات بيقولك لا وعادي بس لا الهاوي بيقولك لا وضع صعب فعلا لا غير اصحابك غير اصحابك لان ما اقولك اقولك شيء فكرة انو احنا الشعب الضحية الناس الضحية الجيل الضحية انا لا اؤمن بهذا الكلام هيدلع زايد شد نفسك وتقولي انا تعبان واحنا اكثر ناس اتعبنا حبيبي كله تعب كله تعب كله تعب بطريقة مختلفة والجيل القادم رح يتعب كمان وجيل الدور وانت هتشوفه يعني هيوصل اليوم تقول للجيل اللي بعدك انتو شفته اكل انتو اسمعته وجزف زمانه فهو اسمعه جاية طيب فانا برأيي لسه اليوم كنا عم نحكي من شوي بنقول انو بدهاش دلع جد بدناش مشاعر وتقولي مشاعري وانا تعبان لا حبيبي ما فيش شوية تلع طب معلش بقى تعال نتكلم ده موضوع مهم جدا برضو بيقرقني ابد ليه ما فعش ما احس بان انا عايز اعاي ليه ما فيش شوية عايض ما عايز اعايض عايز اصيح نصيح مصيحش ليه لوحدك ليه لانو لازم شوف في احلى نصيحة سمعتها بحياتي لا تشعر بالاسى تجاه نفسك لا تشعر بالاسع جد هاي قصد انو انا ضحية وانا المعذبون في الارض شو استفدت عفوان شو استفدت يعني اقولي بالنهاية شو المحصلة شو حصلت من وراها بحس ان بابدي لنفسي فرصة بقى ان انا لا انت بتعطي لنفسك عذر انو معلش انا اقولك اقولك في حاجة انا مظلوم بجيف فيوز والله العزيب معناها في نتيجة امثلها تمثيل بس بالواقع لا تشعر بالاسع تجاه نفسك صح شوف شعور الاسع تجاه نفسك لو اعطيتني له قيمة واحدة فقط لا غير حتطلعك اقوى حتطلعك احسن شو الهدف من انك تشعر بالاسع تجاه نفسك ولكن هذا كلام منطقي جدا انا مقتنع به ولكن هناك جزء ثاني الذي هو الراجل يكبت مشاعر اعطيك ما هو الراجل يكبت مشاعر فاكر انه ايه وقعدته النهار بيتكلم كده وبعد ذلك انه لا يعرف انه غبي لانه هو قاعد كبت مشاعر وقال له سنين هناك رجالة ليس متسكة مع اعزادها لانه لا يعرف انها عايزة تنام هناك رجالة لا يعرف انه لا نعم فعشان كده انا متعصب انا بدي اشوف انا بدي اشوف انا بدي اشوف بالتعليقات بدي الاخوات يجاوبوا بدي الاخوات يجاوبوا و بدي الاخوة يجاوبوا عن جد بديك توقدي تسمعي واحد كل شوية ثاني يقولك مشاعره لا الراجل اللي هو يعمل قدام ستة كتير ده كده لا خلط ابتكلم في الاعداد تحت الرجالة فاهم اللي هو يبدأ يقولون مهر ملكات بتصبط انت الايمين يا شمال مفيش انه مثلا يكون سعيد عنده طاقة و بده يعمل و بده تغيير وتحديدا انت صالح انت من الناس الكثير ناشحة انت ملهم لكثير ناس تقول لي انا عايز اعيط و عايز انا الضحية ايه يا عمي لا بس انا بعمل ايه و دي حاجة انا اخدت بالي جميلة في الضحك ان اي حد بيبتدي يعمل لو عايز يدحك كان يبتدي عادي انه يعمل ايه يهزر في الحاجات السهلة الحاجات الصعبة اللي رجالة عشان عندها كبت لما تيجي تقول له يا لا كنت أعرفهم الشغل و مش عايف تتجوز و مش عايف ايوه انا 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 احساس بالاحساس ده فيبدأ بيانتر اكت مع كونتن ده لا محدش بيتكلم في وهو نفسه مش بدي فرصة ان هو يقول كونتن ده هو نفسه فهو بجد من كتر الكبت بتاع ان هو انا من انت منفعش تقول و ازبط حالك وشد حالك ده حلم بس مش قوي للدرجة يعني عادي ان الرجل يحس انه واقي لا اتوقع انه فيه جيل مر علينا مر علينا بالعصور كلها كان يلامس مشاعره بقدر الجيل الحالي صراحة أما تيجي تقول لي إحنا لأول مرة مكبوتين لا يا حبيبي يعني الرجال طول عمره بيأكل بالقزم بذلك الصراحة هاي أول مرة ينتشر فيها كلام بيقولك إنه عبر دموعك عاد أنا ضد هذا الكلام ورأيي شديد باتجاه إنه استرجل استرجل وشرب بريل من غير دعاية طب تعالي نقل على حاجة تانية أنت رجل أب نشي احكي لنا ووضح أن أنت طالما تقول أن الرجل استرجل وشرب بريل فأنت يعني ما عافش بقى أنت هل مع التربية الإيجابية لو مدي ما بنعملش كده مدي استضر وعقدش أن السرجل دي تابل كده خلصة أنت فلسطيني وقل طبعا أنا أتشكر وخلت اسمع أقولك صراحة شوف قصة التربية لما إيجوا لأولاد ما بعرف إذا حكيت لك إيها قبل هيك لما إيجوا لأولاد وصلوا على الدنيا صدقني كنت متوقع بأي لحظة إنه لما تطلب تليفون بييجي معاه دفتر إرشادات بييجي شاحن أي شيء هذا بيجي لحاله حتى بلاستيك كفر لا في شواحن ولا دفتر إرشادات فتعال لأب جديد وأم جداد بيوصل لهم هذا المخلوق يعني أنت متعود أولاد أختك بيجوا عندك تاني يوم الصبح بيروحوا خلاص مش موجودين ترجع للحياة طبيعية نفسي رواحه الصراحة هذا بيضل موجود وبعدين تتعامل معاه كل يوم في تجربة جديدة صح ففكرة إنك تربي أولادي اللي بيجي بيقولك إنه طريقة تربية الأولاد هي التابعة الخطوات التالية ما في ما في وما في طفلين بنفس الطريقة ما في أبدا كيف بربي أولادي عندي الحمد لله عندي بنت ولد البنت جاءت أولاً الولد إجا بعدين بحب أقول للشباب يا شباب البنات كثير أسكى من الشباب بتطوره بسرعة بتطوره بسرعة رهيبة جداً مقارنة بالأولاد البنات أكثر ذكاءً أكثر سرعة كيف بتربي أولادك أتوقع كل طفل له خصوصيات خاصة فيه هو ما في شيء تطبقه على الجميع وبيزبط المعطيات الموقف المكان المحيط كلهم بأثره والشخصية بتأثر بشكل كبير بالتربية هل بربي أولادي على النعمة والهاي كان عندي تساؤل دائماً شو بدي من التربية ولقيت أنه فيه مشكلة كبيرة بين هدف التربية بالنسبة للأباء والأمهات وهدف التربية الحقيقي يعني مثلاً مثلاً لما يجي أبوك يقول لك أنت مش عارف أنت هاي بمين هذا مالوش علاقة بتربية الولد هذا إلو علاقة بكيف يظهر الأب والأم بكلمك بجد كيف يظهر الأب والأم نتيجة لاتصرفات الولد بينما الواقع المفروض ما يهمك مفروض يهمك أن الولد هذا ينشأ ويكبر يكون عنصر فاعل بالمجتمع بيضيف لنفسه بيضيف للمجتمع اللي حواليه ويكون ناجح بهذا المجال فلما تيجي بدك يتربي الولاد هل بتربيهم مع التربية الإيجابية والسلبية قرأت مرة شيء وبأكد عليه متفق معه 100% بقول لك الميدل كلاس بيرنس اللي هم الدرجة المتوسطة من الأهل اللي يعملوا بشكل دائم صاروا بيحاولوا يعوضوا اسمع يعوضوا الأولاد عن غيابهم عن حياتهم بأنهم يعطوهم أشياء كثيرة صح وأنهم يديروا بالهم عليهم ويقولوا برافو أنت صحيت الصبح روحت المدرسة حبيبي لا هو موش باريس هو صبح روحت المدرسة اي صح فأنت ما تكافؤ عشانه قعد مؤدب لا 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 مش هيك الدنيا شغالة فلي بيصير أنه بقول لك هما بيفكروا حالهم بيعوضوا الولد لأنهم غيبين عنه هما بالواقع بالواقع بياخدوا أسبرين لنفسهم لأنهم حسين بالتقصير تجاه الولد فأنت بتخلق جيل أكثر احتمالية أنه يكون نرجسي بالمستقبل ليش؟ لأنهم ولد أو ولدين طيب بياخدوا كل شيء بدل الآيباد ثلاثة بدل التليفون خمسة بدل الرحلة عشرة برافو يا ميدو زي ما أنت قلت أنت أكلت الأكل بتاعه وإلى آخره اللي هو الكلام اللي هي تعزيز الإيجاب بيسموه أنا برأيي هذا الموضوع كارثي الواقع الأسر الأكثر عددا الأهل اللي فعلا موجودين حتى لو الأهل حاول يدلع لأولاد لأولاد ما بدلعوا بعض فلما يجي يقول له صالح برافو عليك أنت أكلت أو حكيت نحق أخوه حينطي يقول له لا لا ده كذب أهل لما يطلع على العالم الحقيقي الطفل الأول التعزيز الإيجابي لما يطلع على العالم الحقيقي حيلاقي أنه ما في هذا التعزيز الإيجابي أيوة صح فهيستغرب لأنه ما يروح الدوام ما هيقول له مديرك برافو أنت وصلت على الدوام إلا لو عصفورة يا حتى خاني بالضبط لا بس فيه حاجة فيه نقطة مهمة جدا موضوع التعزيز الزيادة إنه هو بقى يدلع اللي هو إيه؟ هو ده جاي منين؟ اللي هو لأ أنت طفل صغير بس أنت عارف حدودك محدش عفي يتكلم معاك لأنه الأب ده الدرب هو صغير وكان وزال فل يعني كبر وزال فل بس هو لأ عشان هو تضرب فهو لأ أنت محدش تكلم معاك كده أنت عارف حقوقك فهو مع الوقت بيبدأ يقول لأبوه أصلا لا تتكلم معاك كذا بيقول لأبوه فهمني بيقول لأبوه ما تكلمنيش بالطريقة دي فأنا فاكر لو كنت قلت كلمة دي لأبويا ممكن شابق موجود دقتي معاك بيصلى علي فهو بقى فيه دلع بتاع اللي هو عشان إحنا عايزين يعرف حقوقه وبرضو لو شدنا عليه جامد ما هيطلع برضو متعقد زينا فهم قصدي بشوف لا هاي صح ولا هاي صح أنا مش مع الضرب أبو لأنا أنا ضد الضرب للأطفال ولكن فكرة التعزيز الإيجابي الزايد عن لزوم موضوع كارثي صدقا لما تيجي أنت الولد تكافؤ يعني مثلا قصة الولاد اللي بروحه على المدرسة بدخله بمباراة وكله بياخد جائزة أيها صح جائزة المشاركة بيسموه عشان ابني ما ينفعش يخسر ممكن لو سمحت تحكيلي وين في عالمنا الحقيقي في مكان الكل بياخد في جائزة لا طبعا التنافسية مهمة جدا فكرة إني أنا أزرع بالأطفال إنه مجرد مشاركتك تكفي وين حس المنافسة وين حس التميز وين حس الإبداع بلك لو ضل قاعد بالبيت رح ياخد جائزة بالحياة الطبيعية رح ياخد بروموشن أنت لو رحت كل يوم على دوامك وضليت قاعد هيك رح تاخد بروموشن رح تاخد بونس أنا كنت أعمل كده الصراح وكنت أخد بروموشن والله لا أهم حاجة في الشغل غض النظر عن دوامك أهم حاجة في الشغل أنك ما تشتغلش أهم حاجة أنك يبقى بيين عليك أنك بتشتغل أنت ما تعودش لقاعدة أنت عادة هذه أهم حاجة تعمل كده كلم تمشي تمشي بسرعة تمشي بسرعة كنك تبعت حاجة بتاع هل تنسب نفس الشركة؟ لا بقيت رغي على النت دلوقتي طيب تعال نرجع أحسن للمدار طيب إحنا في قصة التربية حيث أن أنا عايز دلوقتي أربي أنا في حتة بتاعت أن لسه أنا لوجد مش متجوز بس دايما حاس أن أنا أنا في واحد يبقى قضوته متفهم؟ أنا مش عارف رب نفسي أنا الأول يعني أصلاً الجيل بتاعنا قد دلوقتي كل ما يمسك سيستم معين في التربية إيه هو دا؟ يقولوا لأ والله تغيرت يعني مثلاً الأول عنفوهم أحا عنف لأ بص بقى فيه حاجة اسمها أنك تكلموا بالروحة تكلموا بالروحة لا بص ممكن تشد عليها كل ما نقفش طريقة في التربية أو هي دي الحياة يقولك تغيرت لأن العالم بيغير السيستم كل شوية على حسب مني في العالم دلوقتي فأنت بتلاقي نفسك بعد كده أنا مش عارف وأنت أهم قاعدة أبي يعلمها لي في التربية أن أنت لو عايز ابنك يبقى كويس خليك أنت كويس وهو هيبقى كويس إزايك فأنا بقى بيش عارف أبقى كويس فإزاي الواحد هيبقى دايماً حايز أنه مش كويس أنه يتجوز ويلبس معايا واحدة ويخلفه بتاع تعرف صار في حوار بيني وبين بنتي كان عمرها أنا ذاك يمكن عشر سنوات فقلت لها بابا أنا أسوأ إنسان بعرفه وهي تذكر هذا الموقف لليوم ليش حكيت لها هيك؟ حكيت لها هيك لأنه بكل بساطة كان في صراع بيني وبين نفسي بدي أوصل ل مكان كيف بقدر أكون أب جيد الأب شو بدي يعمل؟ أو الأم أو الولي الأمر شو بدي يعمل؟ بدي يكون مرجع لهذا الطفل صح ولا لا؟ صح أما شوف أنت أولادك هل تتخيل أن أولادك يعيش حياته من غير ما يغلطه؟ لا طبعا لازم يغلطه أنت عمرك غلطت؟ أنا أكيد أنا أكيد أكيد الكل بيغلط طيب لما سألت نفس السؤال بصدق وقلت كيف ممكن أكون أفضل أب ممكن؟ الفكرة أنه أكون المرجع رقم واحد لبنتي أو ابني لما يكون عندهم تحدي بدهم يسألوا حد علي لي لأنه أنا الأب والأم هم الناس الوحيدين اللي بيحبوا حب غير مشروط لا بدهم شيء هو بس بدهم يساعد السويين الناس السوية اللي مخ راكب صح فبالتالي كيف ممكن أشجع ابني أو ابنتي أنهم يلجأوا لي؟ بأنه أشخط وأنتر وأصرخ ما أتوقع يجوا لك حيخافه صح يعني ممكن يلجأوا لأبليس ولا يلجأوا لك صح خصوصا البنات لشان هيك أنا ضد الضرب ضد العنف تفاهم تفاهم بس مش إنه إخرس يا بابا ليش حكي فيدي وإيك يا عمر ليش حكي فيدي بكتازمة هي لازم يضل فيه احترام فالفكرة إنه بدي يفاهمها وقلت له اسمع يا بابا بقمة الصراحة أنا أسوأ إنسان أنا بعرفه وأنت أسوأ إنسان أنت بتعرفه ليه؟ لأنك بتعرف نفسك من جوة لبره عرف أسوأ الأفكار اللي ظهرت في مخيلتك صح أو لا؟ صح ليش تضحك؟ افتكرت حاجة؟ لا اعترف لا بس هو دائما الإنسان لما بيركز على نفسه أنا مثلا دي أفكار بتجلي بالليل بعد ساعة 12 بيعرف قد إن الإنسان ضعيف قوي يعني أقل كائن أضعف كائن في البشرية كلها هو بس اللي ميدي له اللي هو عنده عقل ألهمها فجورها وتقوها ألهمها فجورها وتقوها فالفكرة إن إذا تعرف نفسك كويس وكنت صادق فعلا مع نفسك أنت أسوأ إنسان بتعرفه أنا استجمعت قوي وحكيت لبنتي وقلت له اسمعي بابا أنا بما إنه بعرفني 100% وبعرفش حتى تاني بعرف أنا 100% أنا أسوأ إنسان أنا بعرفه فبالتالي شو ممكن يصير معك؟ سدقيني راح أتفهم تعالي حكيلي إذا نجحت بإني أكون المرجعية رقم واحد لبنتي أتوقع أني بخبراتي اللي موجودة في الدنيا هقدر أتساعدها بقدر الإمكان بقدر الإمكان فهم أصدي ولا لا؟ فهم أصدي يعني أهم حقنا بصحوب صحاب بحدود يعني أيوة طحفة اسمعني ما هو مش صحاب صحاب عندها صحاب كثير طيب لازم تكون أب ولازم أمها تكون أم أولاً بمفهوم الأم والأب لازم يضل فيه حواجز أنا ضد مبدأ إنه البنت تشتم أمها وتقولها أنت صاحبتي لا 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 الهبة الأدم لا يعني غفر لا وكذلك الأب لازم يضل ودائماً نحكي الوحدة الأسرية علاقة الأب والأم دير بالك من أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة كيف الأطفال أذكى مما تتخيل لو لاحظوا إنه فيه شق ولو صغير جداً بالعلاقة بين الأب والأم معلم أشطر ناس يوسعوا هذا الشرق لمصالحهم الشخصية فكر فيها إذا بابا وماما اختلفوا ينهر أبيض خلوس أنا كل اللي بدي إياه أني أوسع هذا الشرق وأخذ اللي بدي إياه بالآخر فالفكرة وين؟ لازم واحدة الصف تكون موجودة ولازم واحد منهم يكون سلاح الردع اللي لا يستخدم اللي هو أنت أكيد عرفها هتعمل كده ولا أقول بابا أو ماما بغض النظر اختاروا مين فيكم صح سلاح الردع اللي لا يستخدم أبداً ويفضل إنه يبان إنه ما بيعرف بس لازم يكون بعرف حلو قوي والله العظيم طيب سؤال دلوقتي العلاقات أنا برضو لطيت على الولاد نحن عندنا تشالينج بنت لدينا نحن أصلا نعرف بنت الحلال طيب أظن الدنيا كانت سهلة عندك يعني فهم أو عند الجيل لماذا متوقع بكامة سهلة سهلة كان عادي ايه موضوع فينا أبوك يا بنتي يا عمني هي دي اللي أنا ما عايزها واخلصنا دلوقتي شفتها وأنا شفت الأناسة دي فأبص لها عشان أقول لها بس طيب الأول لازم تبقى كراش لو اتأهلت المحال بعدها هبقى فليرتيشن عاملنا فليرتنج نقود نفليرت تمام؟ هيبقى فيه توقن ستاديش نحن نتكلم مع بعض لحد ما جلده وشينه وقعه من خطر الكلام هنخلصنا ده ممكن لو وقعنا في النص يعني اطلخبتنا نبقى كومبليكيتيت رييشن شب مع كده بعد كل ده لو ربنا كرم ممكن نبقى خطوبة عشان نعرف بعض يعني مفوطة مرحلة الخطوبة عشان نفهم بعض احنا خلصناها نخش على الخطوبة لو عادنا اينا ان شاء الله خير نبدأ نتجاوز ليه؟ لان البنات وقالوا بخايفين انتو نهار سمعين حكاوي يقول لك دول مكانوا مستحبين سنتين وعكاها فركشوا على طبق منجة دول مش عارف تجوزوا ثلاث سنين وعكاها تطلقوا عشان انت بتاكلين بتشاولي ان انا باكل ماشي؟ فانها يعني في الاخر بتلاقي ان الموضوع يعني ممكن ما ينجحش وده كتير او ينجحش لان انا عاملين بنتأكد على ايامكو كانت بطيخة يا حلوة يا ارعى انت مش عارف مفهاش مرحلة تأكد فده اصلا مخلي انسان مش سوي هو مش عارف ان هو دلقتي رجالة مثلا بتخاف انها تترفض ان انا ليه يا واحدة ترفضني فانا هفضل بقى عمل معي حركاتي استرجل لا جد مش لقيه لا بحكي بشكل عام معلم بالدكبنات روحكي مع ابوها والله العظيم راح تنبسط انا بقول لك اطلق اسألهم حطونا بالكومنتات يا جماعة والله ينبسطوا لا يصح الا الصحيح اسمع اسمع ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة حبيبي الكلام واضح وصريح ومش هتكلم لك بالدين والمنطق والعقل حبيبي بدك ترتبط بانثة استرجل هتطلبها انا اعرف منين بان هذه مناسبة ما تطلع ممكن تبقى هذا السؤال رائع جدا وشكرا لهذا السؤال المشكلة كمان شيء بتدي نصيحة للطرفين انت لما تختار شريكك الشريك سواء انثى ولا ذكر يعني للطرفين لما تختار الشريك عندك احتمال من الاثنين اما انك تختار الشريك على مجموعة من الصفات شهرها يا بابا لون عينيها يا عمو خفت دمه يا بابا هاي صفات خفت دمه اضحكيه هاي صفات والصفات قد ما كانت مميزة بعد اربع شهور بتبين خلاص بتصير تعودت ايه يعني انت كل يوم الصبح هتتطلع فيها تقول لون عينيكي بيعمي بريدك لا خلاص اربع سنين يعني 365 ضرب اربعة يعني الف ومش عارف كم يوم يعني انتهى الموضوع انت فاهم قصدي ايه فبالتالي الصفات تزول مع الوقت ميش لو جبتلك احلى طبق مانجا مثلا ها واكلته كل يوم لمدة 365 يوم هتزهق منه في مرحلة المراحل او رح يتحول انه يصير عادي مم مقبول مانجا ذي تحت مبارح صح طيب شو الشيء اللي يزداد مع الوقت اللي احتروم القيم صح القيم وشو المهم بالنسبة لالها اذا توافقوا صدقني حبك كل يوم لالها رح يزيد مم ما بتزهق ما بتزهق من القيم حلو افرد بقى هي ما عندهاش القيم دي كانت فاكر ما هي في الاخر بتقولك انا كويسة وحلوة وزي الفل وبتاع والموضوع حلوة ومبرا تيجي توقع انت حتى بين الصحاب يقولك انت عارف فلين سافرت معاه يبقى ما تعرفهوش لانت لما بتسافر بتقعد مع بعض فبتاك فهم شخصيته ومبالك بيه جوازة فانت ممكن تبقى زال فل وده اللي بيحصل على فكرة كتير عشان كده فيه طلاق كتير قوي ان انا بدأوا واخدين الباكتج من برا حلوة والبنات بقت اسكية جدا فالرجالة تعلمت الزكاء من الستات فبقوا تقسك هم الاثنين فانت مع الوقت بتلاقي ان الموضوع بيفشل شايف طرق اسكيك من برا اقعد معا ثلاث شهور على ايه طرق مش اسكيك خالص فاهم فالموضوع بيبقى من برا حاجة من جوه حاجة فانت عضمن ازاي الصفات اللي من برا القيم اللي من جوه طيب القيم اللي من جوه صدقني بتبان يعني مثلا انها تقدر الاسرة هذا بيبين معلم ما بتقدر تخبيه والله ما بتقدر تخبيه يعني مثلا هتمثل انها بتحب اهلك اه 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 ده هم برد ايه يا امي حبيبتي عايزة ايه قوليلي يا امي بعد كده بتتجوز شهرين امك بتقليب امك فيا لا معادلة والله ما انت فاكر ان احنا بنصيح وعلينا من اجل السياح فضفر بذات الدين تريبات يدك دي ايه تعويزة حديث حديث فضفر بذات الدين تريبات يدك طب على ايه بقولك لا 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 يعني تنكح المرأة لأربع لمالها جمالها وحسبها ودينها فضفر بذات الدين المبادئ القيم تريبات يدك اركض وراء الثلاثة التنين هتجيب العيد صفات صفات قيم مبادئ المبادئ جدا مهمة ولازم تعرف المبادئ كيف بتعرف المبادئ من اسلوب حياته والله مش عارف يعني دايما من المقنوع عادي نعرف الحاجات دي يقولك تكلم حتى لا اروك يعني الوقتي بتكلم حتى لا اروك يعني الناس بتكلم بطلقبط اكتر مش 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 بشوفه مش بعرف لان ده في الحياة في الشغل وانت سيدي عارفين ما انت اشتغلت كتير عارف ان الانسان ممكن يبقى زي الفل سنة سنتين ثلاثة وطلقيه رح مدك والله شوف نفسي اقولك اه في شغلة ثاني مرة قرأتها وانا بقامن فيها بشكل كبير جدا بقولك انه الانسان الوجه البشري قادر على اظهار مش عارف ميت الف كومبينيشن عضلات ميت الف انت مخيل الرقم ميت الف كومبينيشن عضلات لانه عدد العضلات اللي بوجهك بيعملوا تركيبات عضلات مختلفة ميت الف خصوصا الموظفين الاتش اور مثلا اه فكل تفصي طب ميت الف ايدل ثماتة مليون وش كل تفصيلة صغيرة تعمل فرق فبقولك انه ليش بحكي لك هاي المعلومة بقولك انه الانسان نعم وجهه قادر على انه يعمل ميت الف تركيبة وبقولك انه الانسان قادر على قراءة ميت الف تركيبة فانت بتنتبه الى اصغر التفاصيل لما تتغير وجسمك مصنم بطريقة انه هو يعرف يقرأ الشخص اللي قدامك يا بيرتح له يا ما بيرتح له من الوهلة الاولى وبقولك انه ثق بحدثك الاول لانه غالبا الحدث الاول صحيح فيمكن نعتمد على هاي النقطة ممكن نعتمد او ممكن نر بقى ايه على رأي يا بويه طول ما انت مش عامل حاجة وايش في حد ربنا مش هبعط لك حد يعمل لك حاجة وايش في حيط انا عمتنا بنقض من لف في لف واشوف ابو قال ايه من شين سنة اللي كنت بقى بقى زهقان منه ده ويطلع كلام انا اللي صح وغالبا اه تحياتنا للحب انت رورتنا طريق وحاسني وانت مش ماشي منك لقول بس ان الرجل ده ما تمززهق فحاسني لازم اقفل يا حبيب يا رب دايما عادي مع بعضها بجد بحبك وحب الكاركتر بتاعك وحب اللي انت بتعمله خصوصا ان انت عندك حتة اللي هو ممكن تبدأ تفتي في المواضيع يعني انت عندك تلعف حتة حسسة جدا حتى محافظ لسه على الشعرية بتاعت ان انا مش هالله يسطر هالله يسطر حبيبي صالح القلوب عند بعضنا كثير بحبك ما بين شبع منك انت اكثر المواضيع صعوبة بتدخل عليها حس رائع فكاهي عن جد بطر القلب اللي الله يديم هالضحك على وجهك ويديم هالطاقة اللي ايجابيلي بتعطيها للناس حبيبي قلبي رب دايما شكرا يا جماعة شكرا نشوفكم الحلقة الجاية في بودكاست بس مباشر شكرا بس مباشر أحب هذا شكرا اشتركوا في القناة